ثانيا المسائل الثلاثة قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به قال الشارح وفقه الله بدأ المصنف هذا الجزء من المتن بالدعاء للطالب وقد دعى المؤلف رحمه الله في الأصول الثلاثة للطالب في ثلاثة مواضع في بداية المسائل الأربعة ثم هنا عند المسائل الثلاثة والموضع الثالث اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم مقدمة قبل شرح المسائل الثلاثة التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا وحد الشيء إذا جعله واحدا وشرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكيف ولا تمثيل الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة وذلك بإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله تعالى وما مسنا من لغوب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيل المسائل الثلاث خلاصتها المسألة الأولى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات المسألة الثانية توحيد الألوهية المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله